برحب بحضراتكم طبعا هنا أنا عايز أقول لك يعني إحنا فخرين بيكوا جميعا جدا جدا يعني حقيقة فكرة دايما أنه الرول موديل أو المفل الأعلى اللي نسكت بتدور عالي الفترة اللي فاتت كان عندنا طبعا محمد صلاح يعني في الرياضة تحديدا أنتوا دلوقتي بقى فيه رول موديل تاني بقى فيه في الكورة بقى فيه في الخماسي بقى فيه في الشيش بقى فيه في أكتر من لعبة ودي كانت حاجة مصر الحامس تانيها عشان الشباب يتحرك تاني يعني زميل عمر كان سأل سؤال مهم جدا قال إيه رسالتنا أو رسالة الأبطال للشباب لكن كمان جزء مهم من دور الرول موديل أو المفل الأعلى أنه يقول للناس إزاي فإزاي كنتوا بتقدروا توظف حياتك أن أنت تحافظ على حياتك الاجتماعية أن أنت تقدر كمان تدرس لو بتدرس أو بتشتغل وفي نفس الوقت تقدر تبذل كل المجهود الكبير ده عشان توصل للبطولة يعني كانوا بتكلموا على 15 بطولة قبل أولمبياد بس فده طبعا مجهود كبير جدا إزاي تقدر تنظم حياتك ده مهم جدا إزاي بتقدر تعمل ده حابين نعرف منك تنقل رسالتك للشباب والشؤالي كمان لمعالي الوزير يعني إحنا بنشوف أبطالهم ما شاء الله بيظهروا أكتر كل مرة عن فترة عن التانية إيه دور الوزارة الفترة الجاية في اكتشاف مواهب تانية يعني حيب اللي عندنا مواهب كتير جدا 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 ممكن نشوفها على السوشيال ميديا نشوفها في أماكن تانية إيه دورنا عشان نكتشف المواهب دي أكتر وهل في أي نوع من أنواع التعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمان لدعم المواهب دي يعني هنا مثلا في المهرجان كان الأبطال البراليمبينجوم لعبوا هنا على الشط حيب في ملاعب مستمرة بعد كده في حابباس مع ده من حضرتها طبعا سؤال كزي كل الأسئلة مهم جدا لأن احنا مهم قوي أن احنا نفسر الموضوع الحكاية أكيد من 2018 تحديدا من شهر 6 2018 بدأنا رؤية وخطة عمل متكاملة على مستوى اقتصادي وعلى مستوى فني وعلى مستوى انتقائي وعلى مستويات يعني شاملة الفترة دي صاحبها في 2019 بداية نمو شركة وطنية متعددة المتحدة سواء بدأت بالستادات والوزارة مع السادات قالت احنا عندنا استادات في المحافظات وإحنا عايزين نعمل أنداءة مجتمعية ويطور في كل محافظة علشان يكون نخاطب الشعب يعني في الرياضة والتطوير وقد كان شركة السادات وأيضا في بداية كاس الأمم الأفريقية كان فيه منظور تطويري علشان إزاي نماهي الدخول الجماهير وانطور وفي خمس شهور الدولة المصرية الحياة بدعم كبير جدا من فخامة الرئيس والحكومة المصرية أن نعمل أكبر تنظيم لكاس الأمم الأفريقية لكن خلقت حاجات تانية من ضمنها واحدة من أكبر الشركات دلوقتي في التيكتينج سوليوشنز تذكرتي الحقيقة ده كله جمعة في المتحدة المتحدة هي شريك قوي جدا إحنا بنعتبره موازي للتطوير سواء بالرعاية أو كمان نقل الصورة الإعلامية المظبوطة ده خلنا نعمل موضوع آخر طبعا جنبه تطوير يعني غير معتاد اللي حصل في تطوير البنية الأساسية والمنشآت اللي في مصر لأن هي الصلاة اللي بيلعبوا فيها هنا زي اللي بيلعب فيها هناك لا تقل بل بالعكس أفضل بكتير يعني بطولة العالم اللي اتعاملت في مصر في السادة القائرة تجهيزها الحياة الاتحاد الدولي يعني قال كتير جدا فيها لا يقل عن أي تجهيز فإذا كنا بنخلع حالة ثقافة للعب أنه هو اللي بيلعب فيه وده عكس ما إحنا كنا بنلعب زمان كان فيه فرق كبير جدا في المنشأ اللي حصل ده كله معه يعني برنامجين البرنامج الأول هو المشروع قومي للموهبة والناشئين والبطل والأولمبي وده بنلف في مصر كلها مع خبراء وبننطقي يعني ولاد في 11 نشاط و11 لعبة هي الأجيال اللي هتطلع للسلاح الأجيال اللي هتطلع للجودو الأجيال اللي هتطلع للتايكوندو وال11 لعبة فردية ورفع الأثقال ملاكمة يعني المصارعة كورت اليد كورت السلا وغيرها إحنا بننأي وده من 2018 بدأ ياخد أفريقيا دلوقتي لكن إحنا بصين على 2028 وبعد كمان المؤسسة العسكرية المدارس الرئيسية فيها وفيه تعاون كبير جدا وتطوير برنامج البطل الأولمبي في المؤسسة العسكرية إذن الخطة الحياة ماشية بشكل عرضي وبشكل أفقي لكن رعاية البطر كان موضوع مهم جدا وده خلنا يعني نروح لكورة حياة المشروع التنموي الانتقائي للموهبة الإنساني هو كابتانو وكابتانو الحياة يلقى رعاية كريمة الحياة كبيرة جدا من فخامة الرئيسة عفتاح السيسي لكن هي شراكة ما بين المتحدة وزارة الشباب والرياضة والسنة دي كل الأندية الكبيرة الحياة خدت منتج الدفع الأولى وبنشوف الدفع الثانية إن شاء الله غير أن احنا بنفتح المجال للسفر الخارج وفي تحين قطاع الخاص بنتعاون مع قطاع خاص لأن حتى بتساعدنا المتحدة أن يكون في قطاع خاص كبير سواء للرعاية أو إدارة اللاعبين وفي تعاون وتنصيق في هذا الموضوع الحقيقة أنا أخذ من كلام أحمد الجندي قال أنا في 2018 جبت ميداليا في النشئين كذا وإحنا عندنا كان الأفريكان جيمز يوث والأفريكان جيمز الكبار في مغرب وفي الجزائر هم دول بداية التخطيط بتاعنا إن إحنا كنا ندخل توكي وندخل باريس هم حطموا كل حاجة الحمد لله بالعالمين ثم باريس نفس الحكاية محمد السيد لكن أنا أخذ تعليق تحديدا في السلاح السلاح كان دايما وإحنا أجيالي أو الأجيال القابلي والبعد كان فيه دايما لعب بيطلع وخلاص يعني حتى لو بيوصل الميداليا لكن إحنا المرة دي كل اللي موجودين من دول أوروبا والدول يعني الكبيرة هم قالوا مصر قوة عظمة في السلاح مش كده أو اللي إيه لأن في كل إفنت بيلاقي لعب مصري بيلعب على نهايات لأن إحنا بنينا وبنبني أجيال شايفين الرؤية إزاي يمكن إحنا جبنا ست مديليات وكنا متوقعين من ثلاثة لخمسة في توكيو وليها ظروفها باريس متوقعين من ستة لثمانية قد تصل إلى عشرة الحقيقة تحديدا في سبع مديليات هي ظروف المباراة وظروف الماتش مهند البار وإعم الحصان نقلوا منفضة إلى درجة بتاعته زياد السيسي أول العالم أول العالم تصنيفه يعني هينزل على ميداليا ظروف الماتش أنا بقوله كتخصصي يعني ولعب نزل مركز جدا على أن هو بيلعب أول وثاني والمباراة دي مش مركز فيها بنسميها بلغة الرياضة تسرقت منه وانت بتاع السلاح وكان صحيح يعني ده نقوله تباعا على عدد المديليات اللي المفروض تكمل لكن إحنا الحمد لله جدا عدد المديليات اللي موجودة الإيجابية الكبيرة اللي ديتنا طاقة ودت أولادنا طاقة هيكون فيه أكتر وأفضل تخطيطا في كل المجالات ترجمة نانسي قنقر